السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبد الرازق استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات أتشرب بوجود معكم النهاردة بنعلن عن خبر صار خبر وإنجاز طبي ممتاز وهو شفاء أول امرأة من الإيد بعد زراعة خلايا جزعية من متبرع مقاوم لفيروس الإيد هذه السيدة شفيت تماما بعد علاج دام حوالي 14 شهر هذه السيدة متعددة الأصول العرقية نحن عارفين أنه حصل نجاح قبل كده لرجل أبيض في ألمانيا وأيضا لرجل لاتيني وهذا تعتبر ثالث حالة تشفى تماما من الإيد نريد أن نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع هذه السيدة التي شفيت تماما كانت من إحدى الحالات التي تمت عليهم التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج حالات الإيد اللي هي مصابة بأمراض خطيرة زي الليمفومة أو اللوكيميا يعني سرطان في الدم هذه السيدة كانت تعاني من سرطان الدم وأيضا كانت تعاني من الإيد تم علاجها في المرحلة الأولى هذه علاج تماوي للقضاء على سرطان الدم ونجح العلاج في التخلص من سرطان الدم أما بالنسبة للإيد فتم حقنها من حبل سري لشخص مقاوم لفيروس الإيد ونجحت التجربة في أن بعد زراعة خلايا جزائية في جسم هذه السيدة لمدة 14 شهر من العلاج هذه السيدة تخلصت تماما من فيروس الإيد ولم كان لديها أي أعراض للإيد وفي نفس الوقت تحسنت حالتها جدا جدا ولم تحتاج إلى علاج آخر وهو العلاج السلاسي الذي نستخدمه عادة في علاج مرضى الـ HIV وحالات الإيد هذا يفتح باب الأمل لكل حالات الإيد عندما تكون حالة عندها إيد وفي نفس الوقت عندها سرطان الدم وتشفى تماما من سرطان الدم ومن الإيد وهو بادرة أمل لكل مرضى الإيد هل هذا العلاج سيبقى متوفر لكل حالات الإيد؟ لا، هذا العلاج متوفر لحالات معينة كما قلت لكم الحالات التي عندها لوكيميا أو سرطان الدم وعندها إيد هل نريد أن نأخذ فكرة عن الحالات التي هي الناس التي عندها مقاومة لفيروس الإيد أو نقص المناعة المكتسبة؟ في بعض الأشخاص وجدنا عندهم مناعة طبيعية ضد فيروس الإيد هم حوالي 2% لـ 3% من سكان الأرض وهؤلاء الأشخاص عندهم طفرة جينية وراثية وهؤلاء الأشخاص ما عندهمش مستقبلات اللي هي أساسا بيستخدمها فيروس الإيد لاختراق الخلايا بتاعة جسمهم وبالتالي طالما مش موجودة هذه المستقبلات يبقى فيروس الإيد ما بيقدرش يصيبهم طبعاً إحنا استغلينا هذه المعلومة فإن إحنا خدنا الخلايا الجزائية من الحبل السوري بتاع أحد هؤلاء الأشخاص ونقلناه لهذه السيدة وبالتالي هذه السيدة نجحت في التخلص من فيروس الإيد طبعاً إحنا بندعو لعمل بنك للخلايا الجزائية من الحبل السوري لهؤلاء الأشخاص المقاونين لفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيد لو تحقق هذا سيبقى عندنا كمية كبيرة من الخلايا الجزائية وهؤلاء الأشخاص مقاومين لفيروس الإيد وبالتالي سننجح في زيادة الحالات التي ستستفيد من هذا العلاج طبعاً ده أيضاً بيتواكب مع التقدم الكبير اللي حصل في العلاج بالأدوية ضد الفيروسات احنا عارفين أن في خلال السنتين اللي فاتت حصل إنجاز كبير ضد فيروس كورونا وبالتالي تم الاستفادة من هذا التقدم في إحراس تقدم آخر بالنسبة للوقاية من فيروس الإيد احنا كان عندنا أقراط بتتاخذ يومياً للوقاية من فيروس الإيد أصبح عندنا خؤاً أيضاً بتتاخذ مرة كل شهرين للوقاية من فيروس الإيد هذا يعني أن نحاطر هذا الفيروس اللي عين وابتدت مؤشرات تبشر بالخلاص ونهاية هذا الفيروس اللي عين وإن شاء الله في المستقبل القريب سيتم شفاء المرضى نهائياً من هذا الفيروس اللي عين طبعاً احنا عارفين في الوقت الحالي أن مرضى الإيد بياخدوا العلاج السلاسي يومياً طبعاً هذا العلاج بيؤدي إلى عدم تقاصر فيروس الإيد واستيطرة عليه ومنعه من عمل مضاعفات للمريض لكن لازم المريض ياخد هذا العلاج السلاسي طوال عمره للسيطرة على فيروس الإيد لكن في الحالة اللي احنا قلناها دلوقتي اللي هي أول امرأة تشفى تماماً باستخدام الخلايا الجزعية من الحبل السري لشخص مقاوم لفيروس الإيد هذا يعتبر إنجاز تاريخي زي ما قلت لكم في حالتين قبل الحالة دهيت من الرجال شفاء تام وهذه السيدة تعتبر الحالة رقم ثلاثة وزي ما قلت لكم هم 25 حالة تحت التجربة طبعاً في الوقت الحالي نحن مستبشرين خير أن يتم القضاء نهائياً على فيروس الإيد في العالم كله خلال وقت قريب طبعاً أحب أنوه في بادرة أن نحاول بقدر الإمكان نعمل مركز طبي كبير لعلاج حالات الإيد في بلدنا العربية خصوصاً في العواصم أو في المدن الكبيرة ويتم التبرع لهذه المراكز لأن طبعاً ممكن تكون هذه المراكز تكلفتها عالية وممكن يكون المريض بتاع الإيد ما يقدرش يتحمل هذه التكلفة وبالتالي أنا أدعو الدول العربية لعمل هذه المراكز وأنشد رجال الأعمال والأندية الكبيرة ورجال الصناعة ورجال الاستثمار في التبرع لهذه المراكز على أساس يبقى في هذه المراكز مجموعات متخصصة من الأطباء على مستوى عالي استشاريين حميات، استشاريين دم، استشاريين أورام، استشاريين مخ وأعصاب أيضاً تكون مزودة بمراكز أشعة معامل تحاليل على أعلى مستوى كما نرى العالم كله يتقدم ويعمل أبحاث ونحن نريد أن نكون على مستوى هذا التقدم التاريخي أشكركم جزيل الشكر وأتمنى أنكم جميعاً تكونوا بصحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته